وقال إن قدر المدير الفني اللي بيتولى تدريب بحجم وقيمة النادي الآلي إنه يواجه دايماً وأبداً مثل هذه الصعوبات وهذه الضغوطات قال أنا بالنسبة لي بيلت عرض الآلي بحثاً عن الإنجازات والبطولات وقال إن أنا بتطلع لتعديل مسار الفريق في البطولة الأفريقية هذا الموسم وتعويض النقاط التي خسرها في الجولتين الأولى والتانية كلام مهم جداً يزيد من أهميته لما نتذكر إنه هذا المدرب هو من قدم زنب الكنغولي من قبل للفوز بدور الأبطال وحصل معه على تاني بطولة العالم للأندية الحقيقة هذا المدرب من المدربين الجيدين جداً وأهم ما فيه من وجهة نظري هو تقديره واحترامه الكبير جداً لإسم النادي الآلي أنه سيكتب في تاريخه أنه تولى منصب المدير الفني للنادي الأهلي وحرصه كان واضحاً للغاية وإحنا شفناه هو بيدرب هنا وشفناه هو بيدرب ما زنبي وكان عامل معه يعني مش بس نتائج لا كمان كان عروض قوية وبنتمنى له بالتأكيد التوفيق مع النادي الأهلي اللي معاناته الرئيسية من وجهة نظري هو وجود حالة من السيولة في كرة القدم المصير في سيولة تحس أن فيه رمال متحركة صحيح حاجة كده عجيبة إحنا فيها وربنا يسأل وحنخرج هي حالة الرمال المتحركة فعلا أدق توصيف